يعتبر مرهج الجرمان أحد قادة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الذي انطلق العام الماضي في السويدة ويقض فصيلا محليا مسلحا معروفا باسم لواء الجبل الذي شارك في التصدي للتنظيمات المتطرفة التي هاجمت السويدة عدة مرات بعد عام 2014 بالإضافة لمواجهات ضد مجموعات مدعومة من الأجهزة الأمنية كما لعب دورا كبيرا في انتهاج سياسة احتجاز عشرات الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية ردا على اعتقال المدنيين قبل إطلاقهم بعمليات مقايضة